السلام و مرحبا بكم معي اليوم في مطبخ الأحلام اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة و اللي مازال ما فعلش جرس تنبيه يفعل جرس تنبيه هكا باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله و كل وصفة راح نحطها راح توصلوا وهكا باش شجعوني باش نبقى نزيد ندير الوصفات ونبرتاجيها معكم إن شاء الله المهم اليوم إن شاء الله راح ندير مع بعضنا مملاحات مورقين يجيوا خفاف بعجينة سهلة وبدون العجينة المورقة وبدون زمدة التورق هاد المملاحات تقدروا تديروهم حلوين كما تقدروا تديروهم مالحين اليوم راح نديروهم معكم مالحين وانتوما كما حبيتو المهم راح نشوفوا مع بعضنا كيفاش نخدموهم ونشوفوا العجيناتهم وش فيها فيها كاس ماء دافي معيار الكاس هو ميتين وعشرين ميلي لتر وفيها كاس حليب دافي قد الحليب قد الماء هنا عندي مغرف ونصف تاع خميلة الخبز ومغرف ونصف صغيرة تاع الملح مغرف كبيرة تاع السكر وزج عظمات ندي عظمة كاملة وندي بايض بيضة والصفار نخليه باش ندهن به المملحات تاعي عندي خمس كيسان ونصف تاع فارينة مغرف كاملة ونصف تاع الزبدة ونستعملها من بعد نضيف الكاس تاع الماء ونضيف الكاس تاع الحليب نضيف المغرف تاع السكر ونضيف مغرف 15 جرام خميرة الخبز 15 جرام ثاني الملح مغرف صغير نضيف المغرف العظمة الثانية سيتجاب ثاني الملح سوف نكتشح الكبير نضيف مغرفت ما نضيف الملح نضيف الملح نضيف الفارينة اضيف الملح نقص 750 جرام و بالكيسان نقص 5.5 كيسان نحن نقص 5.5 كيسان لا نقص ولا زيت لا ينسوا أن تشرب فرينة كما تشرب كثير و لا تنقص المهم يجب أن نقص نضيف الفارينة 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 نضيف الملح والفلفل نضيف الملح والفلفل نضيف الملح والفلفل نضيف الملح والفلفل نضيف الملحkam عجينة ساعة نضيف العجينة نضيف العجينة يعطي العجينة نضيف العجينة تقلي tuning نضيف الماء نضيف تقب في النص نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف الكوبات نضيف الكوبات صغيرة نضيف الكوبات صغيرة نضيف 20 كورة نضيف العجينة نضيف المالحة و العجينة نضيف العجينة نضيف الكوبات صغيرة نضيفuş الكوبات نضيفه نحل الغرب العقل نحل الغرب كما قلت لكم انا قدرت 10 كويرات نخدم بهم وحدهم ونخليت 10 وحد أخرين نقوم بهم وحدهم نقوم بعمل مالح نقوم بسحنة وفارينة نقوم بسحنة وفارينة نقوم بضرجة حرارة الغربة لتعاوني على الخدمة نقوم بعمل مليح نقوم بعمل مليح نقوم بعمل وفارينة ستميلا إستخدمها نقوم بعمل مالح 10 طبقات نكمل 10 طبقه نشبهها مليح بالزبدة نغطيها بالطبقة اللخرى نغطيها بالطبقة اللخرى نضع حضرها واحدة نضع في الفريجيدان من 10 ساعة لنقاء كل ما برد الزبدة لنظهر هنا ساعة ضح لعجينة نحيلها بالعقل دعا نصبح مستطيل عشرة طبقات يديرون رولو وحد اخر نقص فيها كما رأيكم نقص فيها كما رأيكم نقص فيها كما رأيكم نضيفها نضيفها نقص فيها نضيفها 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 نضيف ورق الزبدة نضيف ورق الزبدة نضيف ورق الزبدة نضيف ورق الزبدة خلق المناسبة بعد سفر الأخطاء وخلقهم على نصف ساعة وعندما ترتاحهم نصف ساعة نضيف سفر العضمة نضيف وضيفهم الوجه المملاحات ودخلهم في الفور لدرجة حرارة 180 درجة تقريبا نصف ساعة و هنا بعد خرج الفور تشوفوا كيف يأتي خفاف يأتي طريين يأتي مرقين والبنة تحهم هائلة هذا هو الفيديو اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم و ان شاء الله تكونوا اديتوا فكرة و ان شاء الله تجربوهم لا تنسوش ديروا لي الجام الى عجبتكم الفيديو اشترك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة